الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جايب بي لكم النهاردة أقراص أكثر من رائعة وهي أقراص للتخسيص وهذه الأقراص ده كمان يعني مش للتخسيص بس ده بتمنع الدهون السلسية بتقلل الدهون السلسية اللي بتبقى في الدم ومش كده كمان والدهون كمان بتمنع تكوين الدهون اللي بتبقى مع الأكل يعني انتوا عاوزيني تاني أحسن من كده يعني أقراص أرلو دي أكثر من رائعة وهي متوفرة في الصيلليات هنقول لكم النظام بتاعها ايه فتابعونا ما تنسوناش بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنا على الاستمرار سعر ومواصفات كابسولات أرلو لعلاج السمنة كابسولات أرلو تستخدم في حالات السمنة وزيادة الوزن تحتوى هذه الكابسولات على مدة أرلست بنسبة 120 ميجم وهذه المدة تتميز بمفعول قوي لمكافحة السمنة والقضاء على الوزن الزائد خلال فترة زمنية قصيرة حيث تعمل على منع تكوين الدهون السلاسية وتشكيلها الجسم كما تعمل كابسولات أرلو على انزيم الليبز في الجسم والذي يمنع هضم الدهون التي يتم تناولها يوميا وبهذا الشكل يتم التخلص من الدهون الغير مضمونة وينصح الأطباء بضرورة اتباع حماية ونظام غزاء صح خلال تناول هذه الكابسولات للحصول على أفضل النتائج دواعي الاستعمال تستخدم كابسولات أرلو في علاج السمنة المفرطة وزيادة الوزن المرضية كما تقضي على الدهون في الجسم موانع الاستخدام يمنع استخدام كابسولات أرلو للأشخاص الذين يعانون متلازمة سوء الامتصاص الهضم يمنع استخدام العقار خلال فترة الرضاعة الطبيعية يمنع استخدام هذا الدواء في حال التوقف تطفيق العصار الصفروية في جسم المريض يمنع استخدام هذا العقار للأطفال يجب عدم تناول جرعة زائدة من كابسولات أرلو حيث أنها تؤثر على مستوى السكر والكولوسترول في الجسم تناول هذه الكابسولات قد تؤدي إلى الإصابة بحصوات الكلا ولذلك يمنع استخدامه للأشخاص المصابين بمشاكل في وظائف الكلا يفضل عدم استخدام هذا الدواء خلال فترة الحمل والرضاعة الطبيعية لأنه يقلل من إفراز الحليب عند الأم وينطق ويمقل المادة الفعالة عبر حليب السادي الجرعة وطريقة الاستخدام يتم تحديد الجرعة المناسبة من كابسولات أرلو من خلال الطبيب المختص من خلال الطبيب بتاعك يحدد لك الجرعة وده أفضل شيء الجرعة الاعتادية هي كابسولة واحدة مع الوجبات الجرعة الاعتادية هي كابسولة واحدة مع الوجبات ويمكن تناول هذا الدواء قبل أو أثناء أو بعد تناول الطعام بحد أقصى بعد مرور ساعة واحدة فقط الأثار الجانبية الإصابة بألام في المعدة صداع وانتفاخ في المعدة الرغبة في القي تغيير شكل البراز إلى شكل دهني أو زيته انخفاض مستوى السكر في الدم الإصابة بألام المستقيم ألام الأسنان واللثة عدم القدرة على التحكم في خروج البراز اضطرابات الدورة الشهرية لدى النساء الإصابة بالإرهاق والتعب والضعف السعر عبوة كابسولات أورلي بتركيز 120 مي جن متوفرة في الصيدليات بسعر 97 جنيه ونص مصر يعني 100 جنيه في أقراص بقى تانية هي رخصة خالص بقى بالتفاح اسمها أوب اللايت نقول لكم برضو نظامها إيه؟ أقراص أوب اللايت دي أوب اللايت أقراص للتخصيص وتقليل الشهية وباللايت أقراص ويعمل كمكمل غزاء وذلك في حالة عمل تخصيص أو ضبط الوزن كما يعمل هذا العقار على تخفيف الشهية أثناء عمل التخصيص وفي نفس الوقت يعطي الجسم كل المكملات الغزائية المكملة له حتى لا يفقد الجسم حيويته وعدم فقدان النشاط الخاص به وهو مستخلص من صمار التفاح الناضج والمتنق من الغابة السوداء الذي يعطي طاقة قوية للجسم فلا يساعد هذا العقار على كبح الشهية ويقوم بتقليلها بنسبة تصل إلى 50% يستخدم هذا العقار في حالة ضبط الوزن لجعله مثال ما عدم فقدان أي عنصر من عناصر القوة في الجسم حتى لا يفقد الجسم توازنه في أي وقت من الأوقار إذا كنت تقوم نظام غزائي يجب أن تقوم باستخدام عقار وبالله يطلو يعطيك الفتمينات والمعدنة التي يحتاجها جسمك إذا كانت شهيتك مفتوحة دائما يجب أن تقوم باستخدام هذا العقار لتقليل من الطعام ولكن بشكل صحي يستخدم هذا العقار في حالة إذا كنت تريد فقدان الوزن بشكل مثالي وبطريقة نظامية ومحدودة إذا كنت تعاني من السمن فإن هذا العقار هو المناسب لك في تخفيض الوزن بطريقة ملحوظة لكل عقار طريقة استخدام محدودة يحددها لك الطبيب بعد إجراء التحليل اللازمة وبعد أن يعرف الطبيب ما الأدوية الأخرى التي تقوم باستخدامها مع هذا العقار حتى لا يتسبب لك أي أثار جانبية وحدوث نتائج عكسية والجرعة المناسبة هي قرص أو قرصين قبل الأكل بنصف الساعة وتكرر ثلاث مرات في اليوم ومن الممكن أن تقوم مضغها أو بلعها الأثار الجانبية لكل عقار بعد الأثار الجانبية التي تقف عائق أمام من يريد استخدامها ولذلك يجب قبل تناول أي عقار عليك قراءة الأثار الجانبية لهو الأفضل من ذلك يجب أن تستشير الطبيب جيدا ومن أكثر الأثار الجانبية حدوث وشيوع فور الاستخدام إذا كنت تستخدم جرعة مناسبة لا تزيد ولا تنقص فلا يوجد بذلك أضرار جانبية أو أثار اثنين من الممكن أن يحدث ضوار وضوخ في حالة استخدامك الخطأ للعقار من الممكن أن يحدث في بعض الأوقات غصيان والشعور بفقدان الطاقة نتيجة عدم ذلك جيدا في بعض الأوقات يشعر من يستخدم هذا العقار بالصداع المزمن لكل عقار موانع استخدام لا يجب أن تستخدم أي شخص إلا بعد استشارة الطبيب أولا ويوجد بعض الاحتياطات التي يجب أن تأخذها حتى لا يحدث نتيجة عكسية لهذا العقار مما يؤثر على صحتك وعلى بدانك ومن أهم الموانع الخاصة بالاستخدام لهذا العقار والاحتياطات لا يجب أن تقوم باستخدام هذا العقار في حالة الأطفال من سن 12 سنة حتى لا يسبب خطر على حياتهم يعني اللي سنه دون 12 سنة تحت 12 سنة ما ينفعش ياخده اتنين إذا كنت حامل لا يجب أن تستخدمي هذا العقار حتى ليؤثر على الجنين بالسالب والحامل برضو ما ينفعش ياخده أما إذا كنت ترضعين طفلك لا يجب أن تستخدميه لأنه يخالط اللبن ويسبب أضرار صحية واللي بترضع طفلها برضو ما ينفعش تاخده أربعة يجب الحزر هذا العقار في درجة حرارة لا تزيد عن 30 درجة أو تخزينه ما يزيدش عن درجة حرارة 30 درجة يعني ما تزيدش إذا كنت تعاني من الحساسية المفرطة لا يجب استخدام هذا العقار إلا بعد استشارة الطبيب واللي عنده حساسية ما ينفعش ياخده بجأة لما يستشير الطبيب بتاعه وعمتاً ما تاخدش لما تستشير الطبيب بتاعك لا يجب أن تقوم باستخدام هذا العقار إذا كنت تعاني من الحساسية من أي مكون من مكونات العقار لا يجب أن يتناول الأطفال إلا بعد استشارة الطبيب لكي يعطيهم الجرعة المناسبة لهم يتوفر دواء قبل ليط أقراص في الأسواق المصرية بسعر 11 جنيه للعلبة كاملة يعني ب11 جنيه للعلبة كاملة يعني ما فيش يخونا أرخص من كده ولا أحسن من كده والبتاع ده من ضرر الطب المصري يعني الطب المصري في حاجات كويسة كتير وبعدين هي من أقراص الطفاح دي مزيتها يعني إن شاء الله عرضها للجانبية مش بسهولة تظهر على أي حد يعني ما تنسونش بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وما تنسوش بعد كل صلاة قرأة آية الكرسي لأن من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لا يعذبه الله في قبره أبدا ومن قرأ أيضا صورة تبارك الذي بيده الملك بعد صلاة الإشاء كل يوم بإذن رب العالمين يكون من أهل الجنة لما يتوفاه الله عز وجل لأن صورة الملك هي المانعة من عذاب الله في القبر وما تنسوش قرأة خواتيم صورة البقرة بعد صلاة المغرب أو العشاء كل يوم لأن في حديث بيقول اللي يقرأ خواتيم صورة البقرة تمنعه من كل شر يعني ما فيش أي مشكلة تحصل للواحد بإذن الله عز وجل ما تنسوش ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وصلى اللهم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين